تلقى صاحب السمو الملكي لامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى القوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة فوز فريق فكتوريوس في مهرجان رويل أسكوت الملكي العريق لسباقات الخيل الذي أقيم في المملكة المتحدة وحصول الجواد آيل أوف جورا على المركز الأول في الشوط الثاني لمسافة 2400 متر على الأرضية العشبية في شوط هاردويك ستيكس ضمن الفئات الثانية تلقى صاحب السمو الملكي لامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى القوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة الدفاع البحرين بمناسبة فوز المنتخب العسكري في بطولة العالم العسكرية للغولف والحصول على المركز الأول والثاني في منافسات الفردي لفئة السينير والمركز الثالث على مستوى الفرق في النسخة الخامسة عشرة والتي قيمت مؤخرا في جمهورية زمبابوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر